السلام عليكم ورحمة الله ويمكن هناك خمس أسئلة مشهورين جدا بيجوا في الأيام الفاضلة اللي احنا في هذه احنا خلاص بدأنا العشر الأوال من ذنحجة بدأوا من مغرب النهاردة وانا بيجيدي باستمرار خمس أسئلة حابب اننا النهاردة في لايف ستريم دا اجعل خمس أسئلة دول السؤال الاولاني ايه حكاية ذنحجة ايه حكاية العشر تيام دول وخلينا جاوب كده ايه سؤال سؤال احنا ربنا في القرآن بيقول ان عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فربنا عنده سبحانه وتعالى الأشهر في السنة اتناشر شهر منها أربعة حرم يعني حرم يعني محرم فيها القتال وحرم كمان يعني ليها حرمة عند ربنا حرمة يعني كرامة الأشهر دي ليها قيمة مختلفة عند ربنا سبحانه وتعالى ولما العظيم سبحانه وتعالى يعظم حاجة تبقى كبيرة جدا وسيدنا النبي في البخاني ومسلم قال كده قال السنة اثنى عشر شهرا منها أربعة حرم رجب دا الواحدة وبعدين ثلاث شهور وربعة احفظوهم يا جماعة رجب ثم ذو القعدة ثم ذو الحجة أو ذو الحجة اللي هو الشهر اللي بيبدأ خلاص ثم شهر محرم الأشهر دي ربنا فضلها زي ما ربنا فضل رمضان هم خمس شهور في السنة من ضمن الاثناشر ليهم قدسية كبيرة جدا عند ربنا رمضان وده برى الأشهر الحرم ثم رجب ذو القعدة ذو الحجة ومحرم زي ما ربنا فضل تلك الرسل وفضلنا بعضهم على بعض هو ربنا بيصطفي ويختار ما يقرب وما يرفع مقامه فده فكرة ان دي الحجة من الأشهر المقدسة عند ربنا سبحانه وتعالى السؤال التالي اللي بيجيلي على طول باستمرار ايه فضل الأيام دي؟ خلينا اقولك الأول لازم تبقى ثام كويس ان ربنا سبحانه وتعالى بيتجلى يعني بيظهر بصفاته الجليلة على الأشخاص وعلى الأماكن وعلى الأوقات لما ربنا يتجلى يعني يظهر على الأشخاص يصطفيهم صالحين لما يظهر على الأماكن تنزل فيها البركات ويستجاب فيها الدعوات لما يتجلى وربنا يظهر على الأوقات تبقى دي الأوقات اللي فيها الرحمة قريبة جدا واللي فيها الدعوات مستجابة واللي فيها الناس اللي عايزة تنال درجات مش بيبلغها طبيعي بعمل هو عمل قليل يبحث عن الأوقات المباركة منها على الإطلاق أكرم وأعظم وأجمل وأشرف وأقدس وأجمل الأيام عند رب العالمين هي أيام دي وسيدنا النبي قال كده قال صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا العشر وفي لواية أخرى عشر الأضحى اللي هما العشر الأيام الأولى من دي الحجة وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أفضل أيام الدنيا العلم قالوا هو في أيام حتى في الأخرة ممكن تبقى أفضل من الأيام دي فقالوا دول أفضل أيام الدنيا حتى أفضل من رمضان وأفضل من العشر الأواخر بتوع رمضان كمان لكن فيه يوم واحد في الأخرة أفضل من الأيام دي وهو يوم المزيد اليوم يوم المزيد يوم ما يشوف المؤمنين وجه ربنا الكريم ده اليوم الوحيد اللي في الأخرة اللي أفضل من العشر أيام دول وربنا سبحانه وتعالى بمقالوا السماء ذات البروج واليوم الموعود كان بيحلف بيقسم بالسماء العظيمة واليوم الموعود يوم الإيامة قال وشاهد ومشهود أقسم ربنا سبحانه وتعالى بالشاهد وهو يوم عرفة اللي بيشهد للحجاج أن ربنا رجعهم كيوم ولدتهم وأمهاتهم صفحة ريدة مع ربنا وبيشهد للعباد والصائمين أن هم صادقين في طلب ريدة رب العباد في أشرف أيام الدنيا على الإطلاق وهو يوم عرفة والمشهود هو يوم العيد وشاهد ومشهود هو مشهود لأنه بيحصل فيه حاجة في الحج اسمها يوم الحج الأكبر ربنا سبحانه وتعالى خلى أكبر أعمال في الحج أربع أعمال يوم عشرة طب الناس اللي هناك اللي بيحجوا بيعملوا أربع أعمال ويشهد لهم هذا اليوم أن هم أتموا حجهم طب والناس اللي في بلادها بيشهد ربنا سبحانه وتعالى واليوم ده بيبقى مشهود على ناس رايحة تعيت وهي ينباح ربنا سبحانه وتعالى تقبل منهم صيام اليوم اللي قابله اللي بيكفر السنة اللي فاتت والسنة اللي جاية كمان فالأيام دي كبيرة أولى عند ربنا سبحانه وتعالى والأيام دي كبيرة عند ربنا سبحانه وتعالى لما العلماء بصوا على الكلام ده قالوا إيه ده يعني الأعمال الصغيرة في الأيام دي تبقى تسبق الأعمال الكبيرة في الأيام العادية قالوا كده قالوا باللغة العربية كده الأعمال الصغيرة في الأيام العظيمة تسبق الأعمال الكبيرة في سائل الأيام فاللي هيعمل أعمال بسيطة على أدوه في واحد بيعرف يتصدق واحد بيعرف يذكر ربنا بيتمرة واحد هيعرف يصوم كلهم أو هيصوم يوم منهم واحد أي عمل ممكن يخطر على بالك أعرف أنك هتسبأ أكبر الأعمال أعرفوها منين أعرفوها من سايكولوجية السؤال اللي الصحابة سأدوه وأنا عايزك تتأمل معايا كده في سؤال الصحابة يوم ما سبنا النبي وأنا عايز أقولك نص غير النص المشهور قال صلى الله عليه وسلم ما من يوم أفضل عند الله من عشر الأضحى من خير يعمله العباده فيه ما فيش يوم أعلى عند ربنا من العشر الأضحى من خير يعمله العباده فيه والعلماء قالوا كلمة من خير معناها تفيد التصغير والعمون يعني أي خير حتى ولو بسيط وأي حاجة ربنا يفتح عليك بيها يبقى أكبر من أي يوم فالصحابة على طول جمفة بالهم أكبر عمل سيد النبي كان دايما يكلمهم عنه وهو الجهاد قالوا ولا الجهاد انتعرف السؤال ده ما طلعش كده من حد بيبالغ أو حد بيرمي أي سؤال الصحابة لما النبي قال دي أحلى أعمال وأكتر وقت تبحث فيه عن رضا ربنا بأبسط الأعمال قالوا حتى الأيام دي الأعمال الصغيرة فيها أكبر من أكبر عمل يا سيدنا محمد دايما بتكلمنا عنه وهو الجهاد قالوا ولا الجهاد وشوف سيد النبي ما ترددش أن الأعمال الصغيرة أكبر من أعظم عمل في الإسلام وهو الجهاد في سبيل الله وبعدنا قال لهم إلا المجاهد الفاني إلا المجاهد الفاني ده لفظ بتاعه بشرح بيها دي ده الوحيد اللي ممكن يسبق أي واحد تصدق بخمسة جنيه من فلوسه ده الوحيد اللي ممكن يسبق واحد بس إيد أمه في الأيام دي الأعمال الصغيرة في الأيام الفاضلة تسبق الأعمال الكبيرة في سائر الأيام يبقى دي تاريخ دي الحجة أشهر حرم ربنا فضل فيها عشر تيام دول ودي فضلها شو معنى ربنا فضل الأيام دي جمعا من أسماء ربنا سبحانه وتعالى سمجبر الجبار يعني باللي بيكمل الناص ده المعنى الجمالي فيه معنى الجبار فيه معنى جلالي التاني فيه جبار على الظالمين بس فيه من الجبر يعني بيجبر اللاص بيكمل الناص الأيام اللي احنا فيها ديه أيام الحج والحج لو المسلمين مليار ونص بحج منهم أربعة مليار أربعة مليونة بأسف طب وبقية الناس اللي بتشوف مسجد النبي عليه السلام في التلفزيون وتعيط شوقا لسيدنا النبي وبقية الناس اللي بتشوف الكعبة وهي عارفة انه ما عندوش فلوس يطلع او ما عندوش قدرة او ما عندهاش محرم او ما عندوش صحة وبيبص على الكعبة ويقول شوقا للبيت الحرام الناس دي ربنا يجبر بخطرها فداهم اوقات مقدسة وهم في بلادهم برى الحرامين الشريفين اداهم اوقات مقدسة عشان اي عمل صالح يعملون ربنا سبحانه وتعالى يخليهم ياخدوا ثواب الحجاج وكمان وكل واحد واخلاصه وليته يمكن يسبقه كمان عشان كده ما تستغربش ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما ييجي يكلمنا عن رمضان ورمضان شهر مقدس المسلمين كلهم عارفين لكن ييجي سيدنا النبي عيس والسلام يقول ان في رمضان في ليلة القدر يتمسوها في العشر والأواخر فنقرد احنا نتدور هي ليلة 25 ولا ليلة 23 ومشايخنا يعودوا يكتهدوا في حاجة زي كده ويبقى في حالة من الغموض والبحث وتلموص فضل ربنا وييجي ربنا سبحانه وتعالى ويقول ان ليلة من يوم عرفة يوم تسعى للحجة يعني ليلة القدر مش معينة ويوم عرفة معين ليلة القدر بل رمضان في مستجاب وييجي ربنا في يوم عرفة يخلي سيدنا النبي يقول خير الدعاء دعاء عرفة احنا مندور على العتق من الليران في رمضان وفي ليلة القدر ودي دعوة المشايخ في كل المساجد ودعوة الصالحين في بيتهم ويجي سيدنا النبي في صح مسلم يقول ما من يوم من أكثر من أن يعتق الله لقاب عباده من يوم عظه كأن سبنا النبي عليه السلام بيقول أيوان في أيام فاضلة كتير لكن الأيام دي بدورها ربنا هنلاقي ربنا قريب منه في الأيام دي في أيام فاضلة في السنة كتير السلح الجاجي اللي انتوا شايفينه في البلاد المقدسة يا بقيت المليار ونص محدش يحزن محدش يحزن لأن فضل ربنا عز وجل يشمل الجميع ورحمتي واسعة كل شيء فلأن ربنا جبار للخواطر إدى المسلمين هذه الأيام وبالمناسبة إلا هيكتهد في العبادة وهو هناك في الحرم برضو هياخد نفس الثواب وإن شاء الله كمان يزيد بالحج وذلك فضل الله يمتيه من يشاء لكن اللي هنا مش محرومين إذا انقطعت أجسدنا عن الحرم وصلنا أروحنا بالله رب الكرم سبحانه وتعالى طيب يبقى قادي لعشر الأوال وقادي فضلهم وقادي ليه ربنا فضلهم عشان يبر بخاطر الناس اللي بتدور على ربنا ومش أدرت حج يبقى آخر سؤالين سؤال الأولاني إيه أحب الأعمال لربنا سبحانه وتعالى في الأيام بص هما ثلاث أعمال والثلاث أعمال دول يشبهوا الحج عمل جسدي وعمل سلوكي أخلاقي وعمل روحي العمل الجسدي هو الصيام والسيدة حفصة كتابة بتقول النبي كان ليه ورد يعني متعود عليه ليه ورد صيام طول السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع صيام عشوراء ولا العشر من ذي الحجة ولا ثلاثة أيام من كل شهر ده كان ورد النبي في الصيام صلى الله عليه وآله وسلم على فكرة الصيام يشبه إحرام الحاج الحاج وهو محرم يعني محرم على نفسه أي حاجة سوى الله أنا يا رب بعيد عن أي حاجة إلا أنت أنا معاك أنا في كامل الحضور معاك والصائم كده بيسكت نفسه وشهواته عشان تبقى الروحه مع الله هي عبادة بدنية بتسكت متطلبات النفس حتى تسبح الروحه وتقرر من ربنا سبحانه وتعالى فالصيام بعض الصحابة كانوا بيقدر يصوموا التسعة أيام وبعض الصحابة الآخرين ما كانواش بيصوموا على رأس من كان يصوم التسعة أيام سيدنا عبد الله كان يقلد النبي عليه الصلاة والسلام فليقدر منكم يصوم باسم الله يلا صوم وعايز أفكرك بحاجة في الأيام العادية غير الأيام المقدسة دي من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار سبعين خريفة عارفت معناها إيه؟ يعني ربنا يبعدك عن النار مسيرة سبعين سنة ده معنى لواحد أكين اللي عاش عمره بعيد عن ربنا بصيام اليوم ده يبعد عمره إحنا بنعيش سبتين سبعين تمامين سنة كان يتقبل واللي مش مفتوح عليه في الصيام وبيتعب أو طال أو شغله ما بيسمحلوش بالصيام بسبب المشقة هو عتفوت يوم عرفه هو أصلا أجازة بأغلب بلادنا هو عتفوت يوم عرفه اللي سيد من النبي قال كلمة في منتهى الجمال قال أحتاسب عند رب يعني على يقين أنه يكفر سنة ماضية وسنة باقية مهما شرح العلماء في فضل الله أنه يغفر لك السنة الجاية عشان صومت النهاردة ده من تسع عشر ساعات مش هيدروا يشرحوننا فضل ربنا اللي أكبر من قدرتنا على التعبير أن ربنا لو شرح صدرك وسامح ليك تصوم يوم عرفه يبقى ألف مضي أنت ربنا أراد أنه السنة الجاية تبقى أنت غرقان في رحمته فالصيام هو عمل جسدي يشبه الإحرام ربنا يتقبل منكم ده من أحب الأعمال العمل السلوكي هو جبر الخواطر أنت عارف أن الحجاج بعدما يخلصوا بيتباحوا هادي والهادي ده بيبقى الحجاج بيوزعوا على البسطاء والناس بتاكل كنوع من جبر خواطر الناس نحن بنحتفل بكرم ربنا لأن ربنا تم علينا النعمة فبنتبح ونوزع ويشبه الهادي ده جبر خطرك لأي حد ولا عايز أقول لك على سر بتبقى نعمة كبيرة لو ربنا سبحانه وتعالى خط في طريقك إنسان محتاج لك وتأكد أنه لو أداك حمل تقيل في الشخص اللي محتاج لك ده هيديك كدف في شيء كان يقوله دائما بكلمة يعني يقولك لو أعطاك حملا لو أداك حمل تقيل باللغة العمية لو أداك حمل تقيل هيديك كدف في شيء فلو خد حد احتاج لك ماليا اعرف أنك أنت بأبسط المساعدات لو ربنا رمال طريقك حاول تساعده بالله على قدك وربنا هيبارك لو حد احتاج لك معنويا يفطفض معاك وتقف جنبه في ديئة اعرف أن ربنا داك هدية كبيرة جدا وما تنساش أنت بإمكانياتك في عون العبد إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي وهفكرك بحديث سيدنا النبي إن في الأيام العادية قال صلى الله عليه وسلم ليازال العبد في ظل صدقته يوم القيامة حتى يفصل الله بين العباد ما بالك بقى اللي في ظل صدقة طلعت في العشرة الأول من دي الحجة أحب وأقدس وأقرب وأجمل وأغلى الأيام عند ربك سبحانه وتعالى عشان كده اللي قادر يتصدق بجهده أو بناله أو بوقته أو بنصحته أو يعلم حد حاجة هو بيعرف يعملها من مهارات الحياة تصدق وسيدنا النبي كان يحلف والله ما ناقصت صدقته من المال فربنا يتقبل يبقى عمل جسدي والصيام عمل سلوكي وهو جبر الخواطر إنك أنت تكرم أي إنسان بأي حاجة تقدر عليها يبقى في الأخيرة عمل روحي إذا كنت أنت بتسألني إيه أحب الأعمال إلى الله عمل روحي ربنا في القرآن بيقول على الأشهر الحرم دي فاذكروا اسم الله في أيام المعلومات سيدنا بن عباس قال الأيام المعلومات يعني الأيام المعروفة بالبركة والخير وعظم ثوابها عند ربنا وهي عشر أولا من دي الحجة واضح القرآن يذكر ربنا في الأيام دي وكأن ربنا بيقول لك إن الذكر ده أولاً الذكر ده هو الدواء الأول والأكبر اللي ربنا قالوا وسيدنا النبي قالوا لأصحاب الهموم والدواء الأول والأكبر للي عايز عيون قلبه اللي اسمها البصيرة تشوف حقائق الأمور وتحكم أحكام سليمة على مجرهات الأحجاف الذكر هو اللي بيشفي العقل من الأوهام اللي فيه فأنت الأيام دي هي أيام الذكر هي أيام استقبال القلب للذكر وإلا ما كانش ربنا خص الأيام دي بالذكر ولو عايز تسألني أقول إيه لي ومن دول هقولك نصف ساعة الصبح ونصف ساعة بالليل النصف ساعة تاعت الصبح دي وانت رايح شغلك مثلا أو دراستك أو أيام كان فيها ألف لا إله إلا الله جددوا إيمانكم بلا إله إلا الله جدد رؤية هذا القلب لربنا لكثرت لا إله إلا الله ألف لا إله إلا الله الصبح وألف صلى على النبي بالليل سيدنا أبيب بكعب لما النبي قال له صلي علي كتير قال له هخلي كل ذكر يصلى عليك قال له إذن تكفى همك ويغفر ذنبك اللي عنده محن وقفة في طريق ساعة تنب صلي على النبي كتير وشوف صدق وعد النبي إذن تكفى همك ويغفر ذنبك ألف صلى على النبي بالليل وألف لا إله إلا الله الصبح صيام جبر خواطر ذكر السؤال الخامس والأخير إيه أبغض الأعمال إلى الله في اليومين دون ربنا الأله في القرآن قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم أكتر عمل يرضي بالمولى أن احنا نظلم بعض لا تظلموا أنفسكم يعني ما تظلموش بعض كسر خاطر الناس ظلم العباد في حقوقهم الأسوأ والجفى ده أكتر عمل مبغض إلى الله عموما أنت عارف اللي سائل إلى الله عارف كويس قوي لتعلم على إيد العلماء يعرف أن أسوأ الأعمال نتزع البني آدم بعد الكفر بالله سبحانه وتعالى أسوأ الأعمال أنك تاخد حق أحد وأحب الأعمال إلى الله بعد التوحيد إدخال السرور على الخط بص بقى أمك جوزك ولا مرادك ابنك ولا بنتك صاحبك المقرب حسس قوي على مشاعره في اليومين دول وشوف ربنا إزاي هوقف لك أولاد الحلال زي ما أنت بتتمرن في اليومين دول أن لا تظلم الإنسان مصداقاً لوصية ربنا ولسابته في القرآن فلا تظلمه فيهن ألفوسك يبدو كانوا خمس أسئلة أنا ربيت عليهم إيه تاريخ العشر الأبوان من ذي الحجة وإيه ذي الحجة ده رقم اثنين إيه فضلهم رقم ثلاثة ليه ربنا فضلهم كده رقم أربعة أحب الأعمال رقم خمسة إيه أبغض الأعمال إلى الله أتمنى إن شاء الله أن نقدر يومياً أكون محضراتكم بقى في live streaming أو live chat أقصر من ده ده كان طويل شوية علشان يعني بداية الأيام المباركة وكنت وحشيني إن شاء الله كل يوم هقابلكم في دقائق معدودة أدردش معكم شوية كل يوم في معنى كده وربنا ما يحني منكم ولا يحني من بعض شكراً والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر